اشتركوا في القناة على طلب من وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية وبموجب القرار تم اغلاق المتابعة في الملف بشكل نهائي بناء على رسالة من النيابة العامة بسحب الاتهامات في الملف بسبب عدم الأدلة ضد المشمولين فيه عقد وزير الاقتصاد والصناعة عبدالعزيز ولداهي ووزير التجهيز والنقل محمد الأحمد المحيميد لقاء مشتركا مع السفير الصيني في نواكشوط واتناول اللقاء وفق الوكالة الموريتانية الأنباء سبل تسريع وطيرة التعاون والمشاريع المبرمجة بين البلدين خاصة مشروع تشييد ملتقى طرق وجسر الصداقة كرفور مادريد تظهر العشرات من سكان حي الجديدة بمدينة العيون في الحوض الغربي أمام مبنى الولاية مطالبين بتوفير مياه صالحة للشرب ودعا المتظاهر السلطات تدخل من أجل توفير مياه للحي وشهدت مدينة العيون شرق موريتانيا خلال أيام الماضية احتجاجات للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية خاصة الماء والكهرباء وضمان حقوق السكان في النفاذ إليهما بشكل مستمر انتهى الموجز إلى اللقاء